12 كيانا سياسيا منها ثمانية ائتلافات تتنافس لشغل سبعة مقاعد خصصة لمحافظة المثنى في انتخابات مجلس النواب بواقع 159 مرشحا حيث تؤكد مفوضية الانتخابات أنها وزعت أكثر من 80% من بطاقات الناخبين الألكترونية للتسويت العام ونحو 99% للتسويت الخاص عدد البطاقات التي وزعت لغاية يوم وأمس تجاوزت 347 ألف بطاقة ألكترونية للتسويت العام أي بنسبة تجاوز 83% أما بطاقة الناخب الألكترونية المنتسبية الأزل الأمنية فقد وصلنا إلى نسبة توزيع 99% أبرز الكتل الانتخابية والإتلافات هي دولة القانون والمواطن والأحرار إضافة إلى بعض الكتل الجديدة التي تتنافس في محافظات الوسط والجنوب الكتل الرئيسة التي استحوذت في الانتخابات البرلمانية السابقة على مقاعد المحافظة السبعة أعادت ترشيح معظم نوابها السابقين وترأس بعضهم القوائم الانتخابية هذه المبادرة وضعت خالط الطريق خلال ثلاث سنوات إن شاء الله سنحقق نتائج مهمة على مستوى الأصلاح الشامل سنبدأ في البداية بتفكيك المجالس المحلية وإعادة انتخابها بشكل ديمقراطي سليم ممثل للواقع والحقيقة السكانية المشهد الانتخابي شهد ترشح سبعة من أعضاء مجلس المحافظة الحاليين أعضاء في المجلس أكدوا أنهم يستطيعون أداء مهامهم سواء في مجلس المحافظة أو البرلمان لأنهما مؤسستان تشريعيتان محافظة المثنة وكل المحافظات ترسل مشرع إلى بغداد يجب أن يتوافر على ملكة التشريع وعلى ملكة تشخيص حاجات المجتمع وطرحها بالبرلمان وعكسها في قواعد قانونية ليعمل خير ويعمل نظام في المجتمع العراقي متابعون استبعدوا أن تطرأ تغييرات كبيرة في الخارطة السياسية في المحافظة لاستحواذ القوائم الكبيرة على المال والسلطة أهم محركات العملية الانتخابية باعتقاد أن الخارطة السياسية على مستوى العراق وعلى مستوى محافظة المثنة لن يحدث بها تغيير كبير بسبب عادة نفس الوجوه وعادة إنتاج نفس الوجوه والملاحظة الأخرى أنه دخول أعضاء مجلس المحافظة على هذه الانتخابات باعتقاد أنه سيصير تغيير نسبي طفيف جدا في الخارطة السياسية في العراق وحتى في محافظة المثنة لم يسجل المشهد الانتخابي في المثنائي تغييرات عن سابقه فالكتل الرئيسة ما زالت تتصدر المشهد مع اتفاضها بمرشحيها الفائزين بالدورة السابقة والذين حاز أغلبهم على صدارة القوائم من مدينة السماوة أحمد السعيدي الحرة